اليوم باللقب يبقى اربع بطولات خلاسية تاريخية مع بان ميونيخ ونفس الكلام عن الاسباني ولو فاز النهاردة اسبانيا خافي مارتينيز اللي ضمن البودلاء يعني ايضا يبقى عنده نفس الكلام هدى وان هنا اسكار الانطلاقة هولكا جرات العرضية فرياد وممكن عمل اهداف اللقاء ولكن هنا الكهورة مكتوفة 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 الدفاع الاسباني في هذه اللقطة يتلقى في شباكو واحد من اسرع الاهداف في الوراة النهائية بعد دقيقة وثلاثة وعشرين سانية تقريبا يختف فريد الهدف الاول ليه في هذه المباراة ويسجل كما كان اول من سجل في مركان الجديد في مرمى المنتخب الانجليزي في اللقاء ودي للمنتخب البرازيلي اذا البرازيل تشعل الملعب والهدف كما نتابع هذه هولك ودي الكرة العرضية هنا من جانب اللعب هولك شوف هنا فريد والتقاء واربي لو يبحث عن الكرة ثم امامنا هنا بقى يختفها فريد من الوضع لقيد اللعف لومينيزي اللي بيسجل في هذه اللحظات الهدف الرابع ليه في هذه البطولة يتساوى مع عابل هرناندز هذه امامنا الكرة من راموز ترتطن في ايد اربي لوة ثم يجدها فريد وفي مرمس الحارس وسعادة وفرحة امامنا مع المسبة نفسه نفسه من اين لك كل هذا يا نايمار؟ انت الصغير من اين لك كل هذه القوة؟ قوة في التزديد حطها على يمينك هارسي كاركا فياس يا لها من تزديد سانوخ يا لها من تبريره يا لها من سواغل نايمار يقتل الاسبان يستيبط him الهدف ثاني على كل الهدف هدف ثاني بجا courتل يا نايمار هل كان في وضع ال يا ام صح؟ هل كان في وضع ال التسلل ام صح؟ هنا متسللا خرجوا من الأوضاع ايام استلم حطها على يمينك هارسيس ياس يا لها من تزديد الحرنة عمليان اوزة منتدر نايمار لم ينتدر وهذا بدويز الجيل يسرع مارسيلو وسط الميدان باولينيو وغوستافو أسكار هيلت نايمار وكذلك فريد كرا صعب الفريد والأدف الثالث الهدف الثالث يصالح المنتخب البرازيلي في الدقيقة الثانية أيضا في نفس توقيت الهدف الأول الذي سجله فريد يلتح في موندو طرس ويصبح الهدف هذه الكاس ويسجل الهدف الخامس في كاس الفريدراليات والهدف الثالث لبرازيل الإسبان يجب أن نعود إلى زمان لكي نشهد نتيجة من هذه عندما خاصل بالتلافية سنة خمسين خسرب السوداسية أمام الإسبان أمام البرازيل ها هو في الماركانة ينهزم بالتب أهداف مقابل سفر مع تلاقة الشوطة الثاني طبعا الآن نقدر نقول بأنه دفع كمن الإرهاق الذي نال منه في المباراة المسماعية دفع اليوم الثمن الحيوية والاندفاع والإرادة والخضوع الكبير جدا البرضي والجماعي للعب المنتقب البرازيلي هذا غير متوقع لصالح البرازيلي ترجمة نانسي قنقر